ازايكو عامليني يا رب الجماعيكم بخير النهاردة هنتكلم عن التحرش الجنسي بالاطفال ايه هو التحرش الجنسي بالاطفال التحرش الجنسي بالاطفال هو كل ما يؤدي الى استصارة الطفل عمدا كل ما يؤدي الى استصارة الطفل عمدا وبيدخل تحت ده بند لمس اعضاء الطفل بغرض الاصارة او اجبار الطفل لمس اعضاء الجاني تمام الطرف الجاني او تعريضه لمشاهد جنسية او تعريض الطفل عن طريق الرؤية او السمع لمشاهد جنسية وممكن يصل لحد الممارسة مع الطفل تمام طبعا مفيش شك ان ده حرام جدا وكل الاديان بتحرمه تمام وان ده بشع جدا وان طبعا ده منافي للفطرة السليمة بتاعتنا بس الموضوع ده بقى منتشر زيادة تمام طيب احنا هنعرف دلوقتي احنا عارفنا ايه هو التحرش الجنسي بالاطفال هنعرف دلوقتي العوامل اللي قدت لانتشار التحرش الجنسي بالاطفال اول حاجة كمية المشاهد والحاجات اللي بتيجي عن طريق الاعلام عن طريق وسائل الاعلام تمام وفكرة ان بقى في انتشار لها اوي وتناولها بشكل مبالغ فيه تمام تاني حاجة غياب الرقابة من الاب والام ممكن يكونوا الاب والام مش مركزين اوي مع ولادهم تمام اه كمان الصقة الزي ده في بعض المقربين للطفل ان احنا نبقى واسقين زيادة في ناس معينة نسيب ابننا او بنتنا معاهم تمام اه وان انا ممكن اسيبهم من غير مرائبهم او من غير ما يكون اه ما يكون تحت يعني تحت نظري او تحت ايه او تحت ايه او تحت اه مرائبتي للطرف ده انا ببقى واسقى في طرف معين فبسيب ابني او بنتي معاهم تمام اه كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلي الموضوع زيادة او يخوف الاسرة من الفضيحة ان هم خايفين ان يبقى فيه مشكلة وان الطفل يتعرف الموضوع ده وما بيردوش يتكلمه تمام فبالتالي الجاني بيقرر الجريمة دي مع نفس الطفل او مع طفل تاني تمام لانه هو اتسكت يعني مفيش حد يتكلم عنه كمان من ضمن الاسباب اللي خلت الموضوع ده منتشر عدم تسقيف الطفل ان احنا مش بنقعد نقول لولدنا ان جسمك ده ممنوع ان اي حد يلمسه ممنوع ان حد يشوفه ممنوع ان حد يصوره تمام وان ما ينفعش تتعامل فيه حدود وانت بتتعامل مع الناس التانية اه كمان من ضمن الاسباب اللي خلت الموضوع منتشر ان القانون يعني لسه ما تطورش في بعض الاماكن اه ان في جرائم زي كده بتحصل والمفروض ان احنا ان هي يكون فيها ليها راضع قوي عن الحاجات اللي هي ايه عن رد الفعل اللي بيحصل اه كمان من ضمن اسباب انتشار التحرش الجنسي بالاطفال خوف الطفل من ابلاغ الاسرة ان هو يقول لبابا او يقول لمامته عشان ما لاحسن حد يفتكر ان هو السبب في كده ان هو قليل الادب ان هو سافر ان هو الكلام ده كله او ان يكون اللي عمل معاك كده بيهدده وبيقول له انت لو قلت لحد هضربك انت لو قلت لحد هتبحك الكلام اللي احنا بنقد نسمعه كتير جدا لما بيحصل جريمة زي كده تمام طيب ازاي بقى احمي ابني من التحرش الجنسي هي الموضوع سهل وبسيط خالص لكن محتاج وعي في طرق الحماية وعي ان انا اوعي ابني ازاي يحمي نفسه من التحرش الجنسي اول حاجة لازم ان انا اعرف ابني من وهو صغير وبشكل صريح بعيدا عن الابتزاز بقى او ان اقول اسامي واقول مسميات وحاجات مبتزة لأعرف ابني ايه هي اماكن جسمه اللي ماينفعش حد يشوفها او يلمسها او يصورها او لو حصل حاجة زي كده يعمل ايه تمام التوعية دي بتكون على حسب سن الطفل كل طفل بيكون يعني لو الطفل تلت سنين بيبقى الموضوع مبسط لو الطفل خمس سنين بنبدأ نزود الموضوع شوية لو الموضوع وهكذا كل توعية على حسب سن الطفل تمام كمان ما نسمحش ان الاطفال يناموا في سرير واحد نحاول على قد ما نقدر نفصل بين الولد والبنت تمام كمان لازم ارائب ولادي لما يلعبوا مع بعض او لما يلعبوا مع اي حد من الكبار او لما يلعبوا مع اطفال مع بعض تمام ما ينفعش ان انا سيبهم يلعبوا في قوضة مقفولة وانا ما عرفش عنهم حاجة بالساعات تمام ممكن يعملوا اي حاجة ببراءة من غير ما يقصدوا بيحاولوا يقلدوا الكبار من غير ما يقصدوا تمام كمان ما سمحش للطفل اللعب مع الكبار والمراهقين بمفردهم زي ما قلنا كده ما ينفعش ابني يلعب مع حد كبير لوحده او مع حد مراهق لوحده لان ده ممكن يدرب الطفل وانا ما عرفش انا مهما كانت ثقتي في الشخص ده ممكن يطلع شخص مريض والعياذه بالله ممكن يكون هو مش قد الثقة تمام كمان لازم من الحاجات اللي بواعي ابني بيها او بحمي ابني من التحرش الجنسي لازم على الاب والام ان هم يكونوا عندهم حرص وحذر في وقت ممارسة العلاقة الجنسية ما ينفعش ان الطفل يشوف حاجة زي كده تمام لان في اطفال كتير عندهم حب استطلاع ان هم يشوفوا حاجة زي كده بتحصل تمام بعض الاهالي بتقعد تلاعب الطفل بشكل غلط من مناطق غلط في جسمه تمام على اساس ان هم يضحكوه وبيزغزغوه الكلام ده كله وده طبعا غلط جدا 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 تمام لان هو ممكن الطفل يحب حاجة زي كده ويبقى عايز يقررها تمام وتعمله مشاكل كمان من ضمن الحاجات اللي نحاول نحمي ولادنا منها من التحرش الجنسي تشجيع الطفل عن ان هو يتكلم عن اي حاجة بتحصل له لو حد ضربك قولي لو حد لمسك قولي نحاول ان احنا نوعيه بحاجة زي كده وان هو يتكلم معنا وان احنا نكون قريبين منه تمام وكمان لازم يكون رد فعلي في هدوء وفي ان انا طم من ابني وبالراحة كده وان انا ادي له ثقة في نفسه عشان يقدر يتكلم تمام بلاش بقى ان انا انت اللي عملت كده وانت السبب وتلاقيك انت اللي مشيت مش عارفة مع ايه لا لازم يكون اقام من ابني عشان يقدر يتكلم معايا تمام وبلاش اصرخ فيه واخوفه والحاجات دي كلها لازم نكون لازم لازم نكون قريبين لولدنا نكون قريبين لولدنا تمام كمان مرائبة المحتوى اللي ابني بيشوفه على اليوتيوب او على الموبايل او على التاب لازم رائب المحتوى اللي ابني بيشوفه والمحتوى اللي بيشوفه وبيسمعه والاعلانات اللي بتيجي في وسط المحتوى اللي ابني بيشوفه وبيسمعه تمام كل دي حاجات نقدر نحمي أولادنا منها من التحرش الجنسي طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن أعراض التحرش واكتشافه إزاي أكتشف إن ابني حصل له تحرش أخطر حاجة إن الطفل يكون مش عارف اللي بيحصل معاه فبالتالي بيتقرر تمام بيتقرر الاعتداء عليه وهو بيتجاوى باستجابة للترغيب أو الترهيب إنه ممكن يكون اللي بيعمل معاه كده بيجيب له شوكولاتة بيعمله حاجات زي معززات عشان يعمل معاه كده أو بيخوفه عشان يعمل معاه كده وبالتالي الطفل بيستمر في ده من غير ما يقول لحد من غير ما يحكي لبابا أو لماما والتحرش أعراضه بتظهر مجتمعة أو ممكن تظهر جزء منها طيب هنمسك سن 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 ما قبله الثلاث سنوات الطفل اللي هو لحد الثلاث سنوات طبعا ده بيكون عنده خوف شديد وبكاء دون سبب واضح هو دايما خايف وبيعاية عمال على بطال كده من غير سبب واضح وممكن الطفل يتقيأ بدون سبب واضح ويتقرر الموضوع ده بشكل مستمر كمان ممكن تظهر عليه أعراض عدم التحكم في الإخراج سواء البول أو البراز ممكن يظهر عليه أعراض أنه مش عارف يتحكم في الحمام سواء البول أو حمام البراز كمان بتطرق عليه مشاكل في النوم مش عارف ينام أو بينام كتير قوي أو بيصحى تعبان دايما من النوم ماشي كمان ممكن يحصل له مشكلات في تأخر النمو الجسمي ووزنه مش بيزيد كل دي حاجات ممكن تظهر على الطفل تعرض للتحرش ما قبل الثلاث سنوات الطفل من سن 3 سنين لتسع سنين إيه هي الأعراض اللي بتظهر عليه خوف من بعض الأشخاص أو من الأماكن أو من الأنشطة بدون سبب واضح فجأة واحدة كده كان بيحب مكان أو بيرتح في حاجة تلاقيه بدأ يخاف من الشخص ده أو يترعب إنه هو يروح المكان ده أو مش عايز يروح أو دايما يعيط أو دايما عايز يعني إيه يبعد عن المكان ده أو عن الشخص ده ممكن الطفل يتأخر في مراحل نمو الطبيعية أو ينتكس تمام كمان ممكن يعاني من مشاكل خاصة تتعلق بالميول الجنسية تلاقيه بيعمل حاجات غريبة بيلزق في أي شخص بيحاول يقرب لأي حد ممكن يحصل له مشاكل خاصة بتتعلق بالميول الجنسية تمام ممكن يعاني من الكوابيس أثناء النوم يبقى عنده كوابيس طول الليل أو ما بيعرفش ينام أو بينام كتير قوي تمام ممكن يفشل في تكوين صدقات جديدة مش عارف يصحب حد وبيتجنب الأشخاص القبار والصغيرين ممكن مش عارف يكون صدقات أو بيتجنب الناس سواء قبار أو صغيرين تمام بيعاني من مشاكل في التغذية والشهية تمام ممكن تلاقي نفسه ومش قادر يأكل أصلا أو بيأكل بشارها جدا ماشي؟ طيب من سن 9 سنين إلى ما بعد البلوغ بيعاني من الإكتئاب بيعاني من الأحلام المزعجة سن 9 سنين لما بعد البلوغ بيعاني من الإكتئاب من الأحلام المزعجة بيتأخر طبعا دراسيا بيبقى متأخر بشكل واضح يبقى شطر وزير فل وفجأة واحدة هيعاني من التأخر مش مهتم بحاجة بيعاني من تعاطي بعض الممنوعات ممكن تلاقي بيشرب سجاير ممكن تلاقي بيعمل حاجات غريبة تمام بيتصرف بعنف مع من حوله بلا سبب يعني بيعمل يخبط ويرزع في كل اللي حواليه من غير سبب وممكن يسيب البيت في سن المراقة فيه منهم بيهرب ويسيب البيت وممكن تظهر عليه بعض المظاهر في المراحل السابقة اللي هي الحاجات بتاعت الشهية بتاعة الأكل ممكن يظهر عليه مشاكل في التغذية ممكن يظهر عليه كوابيس أثناء النوم تمام طيب أنا لو لاحظت على ابني أي حاجة غريبة المفروض إن أنا بروح لحد مختص تمام إحنا تكلمنا النهاردة عن إيه هو التحرش الجنسي إزاي أحمي ابني أو بنتي منه الطرق التوعية اللي أنا وعيهم عشان خاطر ما يتعرضوش لده اتكلمنا عن إيه يا الأعراض اللي بتظهر في كل سن سن ما قبل التلات سنين ومن سن تلات سنين لتسع سنين ومن سن تسع سنين لما بعد البلوغ تمام طيب نحاول إن إحنا ناخد بالنا من أولادنا ونتقبلهم تمام إن شاء الله بإذن الله نتقابل في فيديو جديد مع السلام